آداب قضاء الحاجة إذا أراد الإنسان قضاء الحاجة بولا وغائق هناك آداب لابد أن يأتي بها المسلم أولا لابد أن يستثر عن أعين الناس وجوبا لابد أن يدخل داخل الحمامات أو يكون وراء شجراء وراء جدال أو يبتعب نعم لا يدخل إلى الحمام بالمصحب بالكتاب الحديث مثلا ينقطع الذكر الله لا دخل لا يمكن أن يسفح يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقدم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج قبل أن يدخل يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخباك وإذا خرج يقول غفرانك عند الخروج يعني يقول هذا عند الدخول وعند الخروج يقول غفرانك لا يستقبل القفلة ولا يستجبرها لا يمكن أن يقول يأتي الحاجة في الماء الدائم الذي لا يجيه لا يمكن أن يقضي الحاجة أماكن جلوس الناس أماكن اجتماع الناس في الطرقات تحت الطلال تحت الأشياء لا يمكن أن يكون ذلك المواقفين و 싶은 ثلاثاء أماكن لا يمكن أن يكون المواقفين ولذلك لا يمكن أن يكون الأشياء لا يمكن أن يكون الأشياء وماذاك هذا للتواجع اشتركوا في القناة